ركاماً تحولت أجزاء من سور قصر الكثير التاريخي بعد أن تهاوت أمام مرأة الجميع دون حراك يذكر تحذيرات متتالية من خطورة تشققات عميقة أعقبها هذا الانهيار الذي يبدو أنه لن يكون الأخير لم تلقى هذه التحذيرات أي استجابة من قبل الجهات الحكومية والمنظمات المهتمة بالتراث تزايدت التشققات في الأون الأخيرة وخلال السنتين الأخيرتين بسبب تزايد الأمطار التي حطلت على وادي حضرموت الأمر الذي أدى إلى الضغط هائل على الجدار من سطح الساحة وأنذر بالسقوط الحقيقة أنه مناشدتنا تلك لم تلقى استجابة حتى وقتنا الحاضر ورغم وجود وعود من بعض الجهات الأجنبية بالتحديد لكن حتى هذه اللحظة لم تصنى أي إشارة خضرة بالقيام بالترميمة والصيانة التشققات التي أدت إلى انهيار جزء من سور قصر الكثير التاريخي حدثت نتيجة لتأثير موجات الأمطار خلال الشهرين الماضيين لكن هذه المشكلة ليست الوحيدة التي تهدد هذا المعلم فتآكل بعض أجزاء الأسقف والأعمدة الخشبية يمثل خطورة أخرى قد تسبب كارثة جديدة إن لم تتحرك الجهات المعنية القصر يحتاج حاليا إلى صيانة مستمرة أولا نقول وثانيا صيانة بعض الأدوار وبعض القبال وبعض الجدران بصيانة مستمرة كون هذا المبنى طيني فالمبنى الطيني يحتاج إلى صيانة مستمرة مش زي المباني الإسمنتية يعد قصر السلطان الكثيري معلما تاريخيا وواجهة سياسية لمحافظة حضر موت احتضنت أروقته أنظمة حكم قديمة ويعتبر القصر أكبر بناية طينية في اليمن وشبه الجزيرة العربية لكن الإهمال الذي يتعرض له يمثل جريمة بحق تاريخ اليمن العريق ترجمة نانسي قنقر